تعالوا نبدأ بالحصن الخامس إلى أن نصل إلى عُقْرِ دار النَّظرية إذن أنتم بأنفسكم هدمتم حصنكم الرَّابع حصن البطء الذي صدَّعتم رؤوسنا به كلَّما قلنا لكم لماذا لم يحصل تطوُّرٌ للكائنات في تاريخ البشر المعروف تقولون التطوُّر بطيءٌ جدًّا يأخذ مئات آلاف ملايين السنين فهل يوجد واسطات في عالم التطوُّر؟ هل هناك كائنات تبقى كما هي ولا تتطوُّر لمئات ملايين السنين؟ ومع ذلك وبالمناسبة هذه النَّظرية بُشرى سارة لقواتي الصعود في الهواء من أتباع الخرافة إذا كان لديك معرض سيَّارات وسمعت بإعصارٍ سيَّضرب المدينة دع سيَّاراتك في المصف فقد تصحُّ في اليوم التالي وقد رأيت إحداها على الأقل قد تحوَّلت إلى طائرةٍ دفعةً واحدة بل ويُحمِّق بعضهم بعضاً ويَسْخَر بعضهم من بعض بل وينشقوا بعضهم عن بعض وينشئوا ديانته التطوُّرية الخاصة ومن أحدثها الطَّريق الثالث للتطوُّر والتي فيها مجموعةٌ من عتاولة التطوُّر ونقول هنا في عُجالةٍ للَّذين يُريدون التَّوفيق بين نصوص الوحي والتطوُّر مع أيٍّ من هذه الأنواع تُريدون توفيقها ونقول أيضاً للَّذين يقولون أيَّ إسلامٍ تُريدوننا أن نتبع الحلُّ في ترك الدين جملةً وتفصيلاً واللُّجوء إلى العِلم إذن ناقشنا اليوم إخواني الأسلوب الحادي عشر من أساليب التضليل التي يستخدمها أتباع الخرافات وهي صياغة نظرياتٍ مهماً هارت أركانها فهي قابلةٌ لإعادة التشكيل مثل أصنام العجوة التي كان يصنعها أهل الجاهلية موسيقى لماذا متضايق؟ إذا مولاد الحارة قاعد يبي يتأمروا علي يا رجل، لماذا تقول؟ إذا مهي سامر وتامر في الدار وأكيد معهم صفوان وعدنان ما بتجمعوا الأربعة إلا عشان يعملوا مؤامر علي خصوصاً آخر فترة صاير بيني وبينهم مشاكل وهذا صفوان السوسي بظل يعبّي راسهم علي أصلاً هاي الحقيقة بدي أسميها نظرية تآمرية نظرية تآمرية؟ طب تعال، تعال، تطلّ عدنان وصفوان ماشيين بالشارع لو نظريتك صح كانوا مجتمعين الأربعة مع بعض ماشي، بس سامر وتامر في الدار سميّي أنا شايفهم كاعدين بتهامسوا معهم ورق أكيد قاعدين يعملوا مؤامرة ويكتبوا الخطة على ورق عشان ما ينسوها يا أخي، أنت أصلاً ادعيت إنهم بتآمروا عليك لأنهم مجتمعين وأنا أثبتت لك إنهم مش مجتمعين مع بعض آه، أنت مش عارف حساً تعدلت النظرية صارت النظرية اسمها النظرية تآمرية الانتصافية النظرية التآمرية الانتصافية بتقول إنه اثنين منهم يكتبوا الخطة واثنين منهم يطلعوا تطبطوها في الشارع طيب استنى استنى وين رايح؟ استنى استنى وين رايح؟ استنى استنى هاي الورقة اللي كانت مع ولاد الحارة برنامج مباريات كهس العالم نزب نتمويه، هاي تمويه هاي الوضع أصطعاً أنا كنت عارف إنه بموهو وعملين هذا الإشي أساساً النظرية تعدلت صارت اسمها النظرية التآمرية الانتصافية التمويهية انت مش عارف إشي عن النظرية جاي تنقشني يا جاهل بهذه الطريقة هل يمكن في يومٍ من الأيام أن نثبت لصاحبنا بطلان نظريته؟ لا طبعاً لأنها على طريقته هذه غير قابلةٍ للتخطئة كتاب الله تعالى أصل العلوم النافعة أعلن نبوآتٍ وخفايا جاء الزمان بتصديقها وأعلن معارضات إن ثبتت فهو ليس من عند الله وتحدَّى الناس أن يثبتوا هذه المعارضات فأتوا بسورةٍ من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً فأثبتوا وجود تعارضٍ في القرآن أو ائتوا بسورةٍ من مثله اختبارٍ يمكن لأحدٍ أي أحدٍ أن يُجرِّبه وغيرها الكثير من الاختبارات التي وضعها القرآن أما في عالم الخرافات فالتنبؤات تسقط أولًا بأول كما رأينا في حلقة خنفشار داروين عن تنبؤه بكائناتٍ لا حصر لها وكما رأينا في تنبؤ أتباعه عن وجود طفراتٍ نافعة وعن إمكانية صنع الحياة مخبريةً من الجمادات مما جعل أتباعه يخنفشون التنبؤات إلى أطراف الكون بل وخارجه كما رأينا حتى لا يمكن اختبارها بقي السؤال الثاني هل هناك معارضاتٌ إذا اكتشفناها فسيعترف أتباعٌ نظرية بأنها باطلة لأن المعارضات لا تبطل جزئياتٍ من النظرية فحسب بل تهدم أركانها وتفرغها من محتواها تعالوا نرى وتذكروا في محطاتنا إخواني صاحبنا وإعادة تشكيله لنظريته عن تآمر شباب الحرى خيالات دارٌ التي تحولت إلى نظرية كائنٌ بدائي تطوَّر عبر تغيُّراتٍ عشوائيَّة وانتخابٍ طبيعيٍ أعمى بشكلٍ تدريجيٍ بطيء مرورًا بكائناتٍ وسيطةٍ لا حصر لها لينتج عندنا ما نرى من كائناتٍ حيَّة احفظوا هذه البنود الخمسة إخواني وهي نفسها بنود دارويني الحديثة أو النظريّة التركيبية الحديثة في شكله الأول تعالوا نبدأ بالحصن الخامس إلى أن نصل إلى عُقر دار النظريّة كائناتٌ وسيطة لا حصر لها دعونا من القصص البائسة لتزوير وسوء تفسير الحفريات أتباع دارٌ يتفقون معنا في المحصِّلة على أنهم لم يجدوا كائناتٍ انتقالية لا حصر لها في طبقات الأرض حتى أن التطوُّر ستيفن جولد من كبار علماء النظريّة نصَّ في كتابه The Banda Thumb بعد مرور مئةٍ وعشرين عامًا من النظريّة على أنَّ تاريخ معظم الحفريّات يتميَّز بخاصيَّتين ثانيهما هي الظهور المفاجئ بحيث أنَّه في المنطقة الواحدة فإنَّ النوع من الكائنات لا يظهر بشكلٍ تدريجي بالتحوُّل عن كائناتٍ سابقةٍ له بل يظهر فجأةً مكتمل التكوين وحاول جولد تقديم حلولٍ كما سنرى وشهاداتٌ مثلها للتطوُّر بروفيسور التاريخ الطبيعي كيث ثومسون وروبرت كارول وغيرهما كثير من الاعترافات التي لا يذكرها مروجو الخرافة شعبويًا بين الناس إذن سقط الحصن الخامس حصن كائنات وسيطة لا حصر لها هل اقتنعتم ببطلان النَّظريَّة إذن؟ قالوا بل سنُجري تعديلًا على النَّظريَّة لتستوعِب حقيقة سقوط نبوءة كائنات وسيطة لا حصر لها هذا التَّعديل يقول أنَّ التطوُّر يحصل بسرعةٍ كبيرةٍ أحيانًا ريثما يُنتج أنواعًا جديدةً من الكائنات ثم هذه الأنواع تبقى دون تطوُّر لملايين السنين ولذلك فالسجل الأحفوري لم يلحق أن يحتفظ بعيناتٍ من الكائنات الانتقالية التي نتجت خلال التَّطوُّر السريع وقد سمَّينا هذه النَّظريَّة المُعدَّلة على مستوى عوائل الكائنات بالتَّطوُّر الكمي وعلى مستوى أنواع الكائنات لدينا تعديلٌ آخر سمَّيناه التَّوازن المتقطع ويسمَّى أيضًا التَّطوُّر المتقطع فبالعكس تمامًا ظهور أنواع الكائنات فجأةً دون كائناتٍ انتقالية هو أحد أركان نظريَّتنا المُعدَّلة شايف إنك مش فاهم نظريَّتنا وجايت ناقش فيها يا جاهل لكن لحظة تطوُّرٌ سريع إذن أنتم بأنفسكم هدمتم حصنكم الرَّابع حصن البطء الذي صدَّعتم رؤوسنا به كلَّما قلنا لكم لماذا لم يحصل تطوُّرٌ للكائنات في تاريخ البشر المعروف تقولون التَّطوُّر بطيءٌ جدًّا يأخذ مئات آلاف ملايين السنين ففهمونا في المحصلة تطوُّركم هذا سريعٌ جدًّا أم بطيءٌ جدًّا؟ قالوا أحيانًا يكون سريعًا ونسميه تاكيتلك وأحيانًا بطيئًا ونسميه براديتلك نحن لا نسألكم عن الأسماء التي اخترعتموها إن هي إلا أسماءٌ سميتموها نحن نسألكم عن الحقائق هل في عالم التَّطوُّر أيضًا واسطات؟ لدينا أحافير لكائناتٍ تُقدِّرون أنتم أعمارها بملايين ومئات ملايين السنين ومع ذلك فهي هي كما هي إلى يومنا هذا لماذا لم تتطوُّر؟ وبعدين قال لك هاي النبل النمل؟ هذا عمره ملايين السنين بشهادة علماء التَّطوُّر ووجدوه في الكهرمان نمل من ملايين ملايين السنين لماذا لم يتطوُّر؟ وليش يتطوُّر؟ ومين قال لك أنه لازم تتطوُّر؟ ومين قال لك أنه فيه وطيرة واحدة للكائنة كلها لازم كلها إيه؟ تتطوُّر بها؟ غير صحيح التَّركيبية المعاصرة بتقول لك التَّطوُّر لا يحدث بسرعة واحدة وهم واعون بهذا تمامًا ما هو أنت مش عارف؟ أنا النَّظريّة تقول أنّ نصف شباب الحارة يكتبون المؤامرة والنصف الآخر خراج لتنفيذها أنا واعٍ بذلك تمامًا أحد أنواع نبات السرخص تم اكتشاف أحافير لها وقدَّروا عمرها بمئة ثمانين مليون سنة على الأقل حلَّلوا مادتها الوراثية فواجدوها محفوظةً كما هي لم تتغيِّر كما في ورقةٍ في مجلَّة ساينس فهل يوجد واسطات في عالم التَّطوُّر؟ هل هناك كائنات تبقى كما هي ولا تتطوُّر لمئات ملايين السنين؟ ومع ذلك تريدون أن تقنعون بأنَّ الظروف البيئيَّة جعلت كائناتٍ أخرى في نفس منطقتها تتطوُّر بسرعةٍ هائلة كما يتطوُّر بعض صغار الموظَّفين؟ ألستم تقولون أنَّ علم الوراثة هو أقوى أدلة التَّطوُّر؟ علم الوراثة يخبرنا كما في حلقة الغشَّاش أنَّ الفروقات بين الكائنات التي تزعمون أنَّ بعضها تحوَّل وتطوَّر إلى بعض فروقاتها على مستوى المادة الوراثية هي في عشرات أو مئات ملايين الحروف حاولتم طويلاً إقناعنا بأنَّ آلياتٍ عشوائيَّة مثل الطَّفارات، التَّهجين الكروموسومي الريتروبيروسيز، الجنات القافزة أنَّ هذه يمكنها إحداث هذه التَّغييرات إذا أعطيناها ملايين ومئات ملايين السنين كيف تمَّ اختزال هذه المُدَد المزعُومة إلى آلاف السَّنوات فقط؟ المهمَّ أنَّ حصن بطيء هذا إنهار تعالوا إلى الحصن الثالث حصنُ تدريجي علم الوراثة وعلم وظائف الأعضاء يُكذِّبان فكرة التَّدرُّجيَّة فقد بيَّنَّا في حلقة خاطبهم كأطفال أنَّه ليحصل تعديلٌ بسيطٌ في نفس الكائن كاستِطالة عنُق الزِّرافة المزعُوم فإنَّ هناك تغيِّراتٍ كثيرة لابدَّ وأن تحصل معًا دفعةً واحدة فهذه الاستِطالة ستتطلَّب تضخَّم القلب وتواجد صمَّاماتٍ خاصة في الأوعي الدموية وتصميمًا خاصًا للشبكة الرَّائعة ريتي ميرابلي والجلد الثَّخين بأطراف الزِّرافة السُّفلاء وحصول شيءٍ من هذا قبل الآخر يُعطي كائنًا غير متناسقٍ ولا صالحٍ للبقاء فإذا تضخَّم القلب قلب الزِّرافة قبل هذه الآليات وقبل استِطالة عنُقها فستنفجر عروقها وإذا استطالت الرَّقبة أولًا فلن يصل الدم إلى الدماغ وكل هذا على مستوى الجهاز الدَّموي فقط فما بالك بالتغييرات الكثيرة في باقي أجهزتها الهضمي والتنفسي والعصبي والعضل والعظمي وفقرات رقبتها وغيرها وغيرها لابدَّ من حصول تغييراتٍ في هذه كلِّها بشكلٍ متزامٍ وكذلك كلُّ الأنظمة الحيويَّة قائمةٌ على التعقيد غير القابل للاختزال وبالتالي فلا مجال للتراكميَّة لأننا لا نتحدَّث عن قطع ليغو تُضاف تباعًا بل عن كائناتٍ لابدَّ أن يكون كلٌّ منها متناسقًا متكامل الأعضاء يعني تصوَّر للتبسيط الشديد أنَّ المطلوب تحويل كلمة حيوان إلى إنسان حتَّى تكون التغيُّرات تدريجيَّة فالتغيُّر الأول يُنتج كلمة إيوان والثاني إنوان والثالث إنسان كلمتاً إيوان وإنوان هاتان بلا معنى في عالم البيولوجيا يعني كائنات لا وجود لها ليست كائنات تصلح للبقاء ولا للتكاثر بالتالي فلن نصل من خلالهما إلى إنسان لذلك فلا مجال للتدرُّجيَّة في التغيُّر التطوُّري المزعوم من كائنٍ إلى آخر فهل اعترف أتباع الخرافة بسقوطها؟ بل قالوا سنُعدِّل نظريتنا ونقول أنَّه قد يحدث عددٌ كبير من الطفرات يُخرِج نوع من الكائنات من نوعٍ آخر دفعةً واحدة ودون حاجةٍ للتدرُّج وهذا يُفسِّر غيابَ الكائنات الانتقاليَّة من السجل الأحفوري وسنُسمِّي النظريَّة المعدَّلة ماكروميوتيشن ثيوري نظريَّة الطفرات الكبرى أو سالتيشن نظريَّة القفزة نوعًا آخر من الـ تغيُّراتٌ عشوائيَّة وانتخابٌ طبيعيٌ أعمى إذن عشرات الملايين من أحرف المادَّة الوراثيَّة اللازمة تحديدًا تتغيِّر عشوائيَّا دفعةً واحدة يعني لو مثَّلنا المادَّة الوراثيَّة لكائنٍ ما بملفَّات وورد مفتوحة على عشرات آلاف الأجهزة أجهزة الكمبيوتر كل ملفٍ يمثِّل جينًا معيِّنًا وكلها ستتعاون في بناء جسم كائنٍ واحد والطفرات هي مثل خرابيش أطفالٍ رُضَّع يضربون على الكيبوردات كما في حلقة خاطبهم كأطفال فالرُضَّع حسب هذه النظريَّة قاموا بمجموعة تخبيطات متزامنة أضافت فقراتٍ ذات معنى ومحت سطورًا وغيرت حروفًا دون أن تحدث أي خربشات في باقي المادَّة في باقي فقرات الملفات وكلُّ هذا بمحض العشوائيَّة والصُّدفة ويُسمُّون ذلك علماً وبالمناسبة هذه النظريَّة بشرى سارة لهواتي الصعود في الهواء من أتباع الخرافة إذا كان لديك معرض سيَّارات وسمعت بإعصارٍ سيضرب المدينة دع سيَّاراتك في المصف فقد تصحُّ في اليوم التالي وقد رأيت إحداها على الأقل قد تحوَّلت إلى طائرةٍ دفعةً واحدة بمجموعةٍ من التغيُّرات العشوائيَّة المتزامنة حسب جماعتك خاصةً وأنَّهم ما عادوا يشتريطون ملايين السنين بل يمكنوا بدفعةٍ واحدة حسب رأيهم إذن إن هدمت تماماً فكرة التطوُّر البطيء فأصبح لا يحتاج ولا حتى إلى آلاف السنوات بل دفعةً واحدة والأهم من ذلك أنه انهدم الحصن الثالث حصن التدرُّجيَّة طبعاً إخواني نحن عندما نقول عن أتباع الخرافة أنَّهم عدَّلوا من نظريَّةٍ إلى نظريَّة وقلنا لهم وردّوا علينا فهذا لا يعني أنَّهم على قلب رجلٍ واحد ولا ينفي أنَّهم مختلفون فيما بينهم فبعضهم بقي متمسكًا بالتدرُّجيَّة وآخرون ينكرون وفكرة السالتيشن هذه سُخر منها ورفضت بشدَّة لفترةٍ من الزمن ثمَّ عاد عددٌ منهم يؤيِّدها بل ويحمِّق بعضهم بعضاً ويسخر بعضهم من بعض وكلُّهم معهم حقٌ في هذا التحميق والسُخرية بصراحة ويصف أتباع التدرُّج البطيء التطوَّر السريع بأنَّه تطوَّر الرعونة والطَّيش فيرد عليهم أتباع السريع بأنَّ تطوَّرهم هو التطوَّر الزَّحف البطيء ويكفيك لترى حالتهم المُزرية أن تطَّلِع على قسم ونقولاته من هذه الصفحة في شرح التطوَّر المتقطع على ويكيبيديا بل والأخطر منه كلمات المشاركين في مؤتمر اتِّجاهات جديدة في البيولوجيا التطوَّرية عام 2016 والذين اشتكوا من العداء العقدي الذي يواجهونه من أتباع المعبد النَّظري التَّقليدي للنَّظرية على حد تعبيرهم بل وينشقوا بعضهم عن بعض وينشئوا ديانته التَّطوَّرية الخاصَّة ومن أحدثها الطَّريق الثَّالث للتَّطوَّر والتي فيها مجموعةٌ من عتاولة التَّطوَّر نعم، يفعلون ذلك كلَّهم لكنَّهم جميعًا متَّفقون على أنَّ الخُرافة بأحد أشكالها يجب أن تستمر وكذلك كان جاهليّو الأصنام مختلفين فيما بينهم بل وبعضهم يصنع صنمه الخاصَّ به ليعبُده وينسب الفضل إليه ومنهم مَّن يعبُد هُبل أو العُزَّة أو لات أو مَنات أو ذات الشَّرى أو إسافًا أو نائلة وقد يقتتلون في نُصرة آلهتهم لكنَّهم جميعًا متَّفقون على خُرافة الشِّرك وكذلك أتباع الخُرافة يصمِّم كثيرٌ منهم تعديله الخاص يعني صنمه الخاص من خُرافة التَّطوَّر وينسب إليه الخوارق والفضل في وجوده ووجود الأحياء كلِّها فلديهم أشكال من التَّطوَّر Convergent Divergent Parallel Gradual Quantal Punctuated Macromutational Saltational Extended Evolution Co-Evolution وستبقى الأصنام تُصنع المهم أن تبقى كلمة Evolution لتنفي الخلق عن قصدٍ وحكمةٍ وإرادة ونقول هنا في عُجالةٍ للَّذين يُريدون التَّوفيق بين نصوص الوحي والتَّطوُّر مع أيٍّ من هذه الأنواع تُريدون توفيقها خاصةً وأنَّ كثيراً منها متضاربٌ متعارض ونقول أيضًا للَّذين يقولون أيَّ إسلامٍ تُريدوننا أنَّ نتَّبع الحلُّ في ترك الدين جملةً وتفصيلًا واللَّجوء إلى العِلم وكأنَّ العِلم المزعُوم شيءٌ واحدٌ مجمعٌ عليه بعيدًا عن كونه علمًا زائفًا وعن حقيقة أن الإسلام والعِلم الحقيقي لا يتعارضان أيًا من علمكم هذا تُريدوننا أنَّ نتَّبع؟ Gradual أم Punctuated أم Extended أم أيها بالضبط تعالوا نعود إلى حصون نظريَّة التَّطوُّر ماذا بقي منها؟ انهارت ثلاثة حصون وبقي إثنان وها نحن نقترب من عُقر دار النَّظريَّة وحتَّى لا نُطيل عليكم إخواني سنؤجل التَّعامل مع هذين الحصنين إلى الحلقة القادمة وهي الحلقة الأهم والأخطر والمليئة بالمفاجآت ختامًا نعود إلى السُؤال الذي بدأنا به حلقتنا على طريقتكم هذه يا أتباع الخرافة هل هناك أيَّة ظاهرةٍ أو حقيقة يمكن أن تعترفوا معها في يومٍ من الأيَّام ببطلان نظريَّتكم؟ إذن ناقشنا اليوم إخواني الأسلوب الحادي عشر من أساليب التَّضليل التي يستخدمها أتباع الخرافات وهي صياغة نظريَّاتٍ مهماً هارت أركانها فهي قابلةٌ لإعادة التَّشكيل مثل أصنام العجوة التي كان يصنعها أهل الجاهلية والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى